اشتركوا في القناة 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 فيما يخص غزة تحديداً لأنه موضوع فيه إجماع عربي عليه على أن أهمية إيقاف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإطلاق صراحة الرهائن والأسرى الفلسطينيين ده أمر إحنا كلنا حرشين عليه منذ من أول اقتتال في 7 أكتوبر السنة اللي فاتت وإحنا في مصر بنبذل جهد كبير في هذا الإطار عشان حتى حلم المعاناة اللي بيتعرض لها أشقاءنا في القطاع ضخم جداً ونقدر نقول أن القطاع تحت الحصار بقاله ما يخرج من أربع شهر دلوقتي وبالتالي إحنا كل الجهد اللي بنبذله مع كل الشركاء والأشقاء المحاولة لإيقاف إطلاق النار زي ما قلت ويتخل المساعدات مصر خلال الأيام القليلة الماضية قامت بجهد في إطلاق مبادرة تهدف إلى تحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار لمدة يومين يتم التبادل يعني أربع رهائل مع بعض الأسرة الموجودين في السجونة الإسرائيلية ثم خلال عشر تيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع ويبقى وصولاً إلى إيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات اللي احنا بنقول إن أشقاءنا في القطاع بيتعرضوا لحصار صعب جداً وتصل إلى حد المجاعة وأهم مهم جداً إن إحنا تدخل المساعدات في أسرح وقت ممكن بنأكد مرة تانية في مخص القطاع غزة إن إحنا ضد أي محاولة لتحجير قصري من القطاع لخارج القطاع لأن ده أمر يعني مش في صالح القضية الفلسطينية وفي نفس الوقت إحنا بنقوم بدور لإيقاف إطلاق النار والحفاظ على القطاع حتى رغم التدمير الكبير اللي القطاع بيتعرض له فيما يخص الأزمة اللبنانية برضو التوافق موجود مع فخامة الرئيس مع شقائنا في الجزيرة على أهمية عدم امتداد أو النصراع يمتد خارج المنطقة ومحاولة حصار الأزمة اللي موجودة في لبنان وإيقاف إطلاق النار والوصول إلى حالة من الاستقرار للأوضاع المضطربة جداً في منطقتنا وحتى لا تخرج الأمور عن يعني تعرض الإقليم لحرب أوسع وتنزلق الأمور لمخاطر أكبر من اللي احنا منشوفها دلوقتي فيما يخص الأوضاع في السودان نحن طبعاً متوافقين على أهمية إيقاف إطلاق النار هو الوصول إلى حكومة في السودان تؤدي إلى انتخابات وتبقى الأمور مستقرة وإحنا لا نتدخل أنا بتكلم وده فيه توافق بين مصر وبين الشقيقة الجزائر مع فخامة الرئيس على عدم التدخل في الشؤون الداخلية ومحاولة تهديئة الأمور ما أمكن نفس الموقف في ليبيا بنقول أن حكومة الليبية تبقى مسؤولة عن إجراء انتخابات وتجيب قيادة شرعية تبقى هي مسؤولة عن الدولة الليبية حيكون محل دعمنا واستعدادنا للتعاون من أجل وحدة ليبيا واستقرارها وده أمر ثابت من سوابتنا أن احنا بنتكلم على وحدة الأرض الليبية ونتكلم على أن الحل ليبي ليبي وعدم التدخل في الشؤون الليبي أنا حبيت أن أطب منكم على أن المباحثات اللي بيني وبين فخامة الرئيس وعلى مستوى الوفدين كانت مباحثات إيجابية جدا والحقيقة بتفتح أفاق للتعاون بين البلدين وإحنا في مصر فخامة الرئيس سعداء بالعلاقة مع فخامتك ومع الجزائر ومستعدين دايما لمزيد من العمل المشترك والبناء من أجل مصالح الشعبين المصري والجزائري واسمح لأقول لك أهلا وسهلا بك مرة تانية والوفد المرافق ليك وكل سنة أنتوا طيبين وسعداء وجودك معنا في مصر وتحياتي وتحاية الشعب المصري لفخامتك وتفضل فخامة الرئيس شكرا فخامة الرئيس وأخي العزيز أولا شكر باسمي باسم الوفد المرافق على حفاوة الاستقبال والحرارة الأخوية اللي شعرنا بها منذ أن وطأنا أرض الكينانة وفيما يخص تهانيك للذكرى السبعين لاندلاع الثورة الجزائرية المباركة بالطمع لا نستطيع أن نذكر الثورة الجزائرية بدون أن نذكر المساندة التي وجدناها آنذاك في الشقيقة مصر أيام ما كانت مصر حاملة شعلة قومية وطنية العربية ودولة مساعدة لكل الشعوب الذين كانوا يسعوا لانعتاق بالاستعمار بصفة والأخرى شكر لك التهاني وشكر للشعب المصري التهاني بالنسبة لقانتانا ناجية المصر الشقيقة في زيارة أخوية أولاً ودية وتنسيقية تشاورية مع أخي فخمت الرئيس نعمق التشاورتنا في عدة نقاط لتهم الأمة العربية بصفة عامة تهم المنطقة بالطبع وتهم العلاقات التنائية بين شقيقة مصر ربما أبدأ بالعلاقات بين الدولتين أعتقد أنها على أحسن ما يرام لا يوجد تفاهم تم في رغبة في العمل مع بعض هنا وهناك باستثمارات جديدة اليوم مصر بالتقريب في المنطقة العربية كلها هي أول دولة بالنسبة للإستيراد للجزائر يبقى مواد مصرية حيث وصلنا إلى ما يقارب المليار دولار الذي يجي من مصر الشقيقة وانطمح فيه أكثر فيما يخص الستثمار الحالي الشقيقة مصر فيه ميدان طاقة فهو ماشي لكل حال نزيد وندعمه بالنسبة للتنقيب بالنسبة للتنقيب سألون على الغاز في مناطق الجنوبية ولا حتى في المناطق أوفشور البحرية بالنسبة للشركات المصرية المعروفة قدرتها على الإنجاز كان فيه شركات مصرية شاركوا معنا في بناء عمارات ومشاريع أخرى مقاولون عرب بالأخص الجزاء مفتوحة لكل حال مرحبا مرحبا بالشركات أنا أعطيت إشارة الخضرة للسيد وزير الإسكان أنه يتعامل مع الأشقة في كل المناسبات حتى في العندسة المعمارية حتى في كل ما يتعلق بالهندسة المعمارية والبناء وبناء المدن الجديدة بالأخص ومصر عندها تجربة تتحدث على نفسها بنفسها في هذا الميدان هذا إذن نستفاد من تجاريب بعضنا بعض أقول أن اليوم الاستثمار على الشقاء مصريين في الجزائر استقر وصبح عادي يعني مقبول من طرفين ما فيش أمور خارج ويجعل هم في بلدهم ومرحبا بهم ومرحبا بكل من إنساء من شقيق يحب يستثمر في بلده التاني الجزائر إذن من إنساء علاقاتنا ثنائية نتمنى فقط أن في بداية 2025 سنة الماء المقبل إن شاء الله تجتمع اللجنة العليا وتدرس إمكانيات انطلاق كذلك في خماسي جديد تعالى علاقات واستثمار وتبادل كل مستويات تبادل التقافي ماشي فيش علاقاتنا مع مصر يعرفها الخاص والعام أنها علاقات وطيدة أنها علاقات أخوية قوية بنيت على أسس قوية جدا في نضالنا المشترك منذ أكثر من 70 سنة شاركنا مع بعض في الدفاع على مقاومات الأمة العربية وتنم هذه الفرصة أنت الدكرة السبعين لإنضلاع ثورة الجزائرية المجيدة لأشكر مرة أخرى أخي السيسي ومن خلاله كل الشعب المصري وكل من ساهم أنا داك في مساعدة على انطلاق الثورة تعنا بالنسبة نبدأ بغزة لأن مصر الشقيقة هي أقرب جغرافيين إلى غزة وتعاني ربما أكثر من باقي الأمم العربية لما يجري في غزة قلوبنا مع الغزاويين بالطبع يعني نتألم على الإبادة اليومية المستمرة في غزة نتألم على المجاعة المختلقة التي خلقها للمستعمر إسرائيلي في غزة ندرة في المياه ندرة في الأدوية المستشفية مغلوقة ندرة في الأكل يعني إبادة بكاملة الأركب الشعب نحيي بهذا المناسبة الشعب الفلسطيني على صموده وتحمله ما لا يتحمله إلا القليل من البشر للبقاء في أراضيه ولم يقبل أن يهجر جديد من أراضيه إن شاء الله الفارج قريب مع أشقاءنا في مصر نحاول كيفاش ننقض الموقف على المبادرة أنت أخي فخمت الرئيس السيسي لهدنا تسمح لإدخال كل ما يحتاجوه غزويين إلى غزة في انتظار حل نهائي والحل النهائي ما يكون إلا بالطبع يعني بتسيير فلسطينيين لأراضيهم بإشراف ربما دول صديقها وشقيقها مثل مصر وإلا ولكن إدخال عنصر جديد على غزة لتسيير غزة ما بعد الشيغة صالي اليوم نحن شخصية نحن كدولة جزائرية وأعتقد أن تكلمنا مع أخي نفس نفس الشيء اللي تشوف في مصر كذلك أن فلسطين يسيروها الفلسطينيين بمساعدة أخيهم الكبير مصر مساعدة الجزائر كذلك عن قريب إن شاء الله الجزائر تعمل كل ما في وسعها في مجلس الأمن لمحاولة الوصول إلى حل أو بالأقل إلى توقيف الإبادة مصر الحال للفلال فلسطين موقفنا لم يتغير ولن يتغير الحل الجدري هو دولة فلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف إن شاء الله المصر وإن شاء الله الذي يجري في الجوار أنا متافق مع كل ما جاء به فخمت الرئيس الفتح السيسي لأنه كنا نقشنا وكلمنا في المواضيع هذه كلها نقشنا وكلمنا نبدأ بالجار الذي نشاركه نحن ومصر الحدود لبيا الشقيقة ليبيا الشقيقة الموقف لن يتغير أن الحل لا يكون إلا ليبي ليبي والحل جدري هو في الانتخابات الشرعية عن الانتخابات هي اللي تخلي من يستفاد من الشرعية من من التصويت على الشعب الليبي هو اللي قادر يسير ليبيا إلى إن شاء الله بالنسبة للسودان تأسف تأسف كثير على ما يجري بين الأشقاء أمور هذه صعبة صعبة جدا لا في الدين تانا ولا في الأخلاق تانا ولا في نحن ومصر دولتين لن تتدخل أبدا في بين الأشقاء إلا للصلح من غدي لا طرف ولا آخر لأن الفتنة صعبة الفتنة شدوا من القتل والناس الذين يفتنون حسابهم عند الله فيما يخص السودان فيما يخص الأمور الأخرى التي تتعلق باستراتيجية عامة منطقة وغير المنطقة نحن منشغ بها نحن عارفين بماذا يجري في المنطقة وما هي رغبات منتع البعض ولكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه إن شاء الله تجري الرياح بما يشته سفنهم إن شاء الله ربما باقتصار شديد شاكر مرة أخرى أخي فخمت الرئيس عبدالت التحسيسي والخدال الشعب المصري الكريم الشقيق الحفاوة ومتوعدين مع بعض على تنسيق دائم ونتشاور في كل ما يهم أمور الأمة العربية وبالأخص فيما يخص الدولتي وشكر لكم مرة أخرى فخمت الرئيس شكرا ترجمة نانسي قنقر